اشتركوا في القناة في القضية الصحة موجود حاليا في المنطقة ويقوم بجولة هل هناك بصيص امل للتوصل الى حل من جديد؟ شكرا جزيلا على اتاحة هذه الفرصة لا اظن ان زيارة المبعوث الشخصي للامين العام السيد كريستوفر روس الحالية ستفتح بصيص امل او ستوجد حلولا جديدة النزاع قديم كما قلتم ومر بمراحل متعددة وهناك قرارات سنوية الان لمجلس الامن فاضن بان هذه الزيارة انما تتم فقط في اطار الاعداد للتقرير الجديد للامين العام للعمل المتحدة الذي سيصدر في بداية شهر اربعة شهر ابريل نيسان المقبل وبما ان الامين العام المتحدة لم يزر منذ فترة طويلة المنطقة وكان هناك تحفظات مغربية على زيارة سابقة له وبالتالي يجب ان يملأ تقريره بشيء من المحاولات من قبله لحل حالة هذا النزاع ما هي الجهود التي تقومون بها لحل حالة الازمة اذا؟ على المستوى السياسي المغرب تقدم بمقترح الحكم الذاتي منذ سنة 2007 وهو يطالب بأن يكون ارضية للحوار والتفاوض الذي قررته الام المتحدة لكن نحن باستمرار نتفاجأ وبجمود في الطرف الاخر القرارات المجلس الامن الاخيرة كلها واضحة منذ 2007 على أنها تطالب بالدخول في مفاوضات جادة للوصول إلى حل جاد متوافق عليه وبالتالي فهذا الحل متوافق عليه وهو الضروري وليس هناك حل آخر نفس السؤال الذي طرحته على ضيفي قبلك ممثل الجمهورية الصحراوية ما هي التنازلات التي مستعدون كدولة مغربية لتقديمها للتقدم نحو الحل لأن وضعية الجمود في هذه القضية منذ سنوات الآن صحيح نحن متفقون على أن الجمود ليس مفيدا للمنطقة كلها بحيث أن قرار الأخير لمجلس الامن في 2014 وقبله قرارين آخرين يقول بأن حل مشكل الصحراء هو حل مستعجل بسبب الوضعية الأمنية التي تعيشها المنطقة عموما ومنطقة الساحل والصحراء بالخصوص وبالتالي فاستعجالية متفقة عليه المغرب أولا وقبل كل شيء عندما قدم مقترح الحكم الدازي سنة 2007 استجابة لدعوة كانت سابقة للأمين العام المتحدة نفسه في تقرير سابق هو قدم تنازل طيب اليوم المغرب يقول بأن هذا المقترح هو ليس مقترحا جامدا إنما هو أرضية للوصول إلى حل بمعنى لنتفاوض لنرى ما هو التطوير الذي يمكن أن ندخله على هذا المقترح على مستوى الصلاحيات القضائية التشريعية التنفيذية على أي مستوى من مستويات في طبيعة الحالة المغرب كان دائما سيد عثماني ماذا عن مسألة الاستفتاء بخصوص تقرير المصير هذا مقترح كانت موافقة عليه المغرب منذ سنوات طويلة هل بمقترحكم وموقفكم الحالي أنكم تراجعتم عن هذا المغرب هو أول من اقترح قضية الاستفتاء في الصحراء من قبل جلالة الملك الحسن الثاني أنا داك في بداية الثمانينيات كان هناك مخطط التسوية منذ 1990 عشر سنوات من الجهود الأممية الأمم المتحدة نفسها وقرارات مجلس الأمن نفسها هي التي قررت أن الاستفتاء غير ممكن بسبب كثرة النزاع في من سيصوت في هذا الاستفتاء لأن إذا أقصيت جزء مهم من قبائل الصحراء في الاستفتاء إذا أقصي صحراويون كثيرون في مخطط ما يسمى تحديد الهوية أو تحديد من سيصوت بطبيعة الحال الأمم المتحدة أعلنت عدم إمكانية الاستفتاء وبالتالي مضت الأمم المتحدة نفسها إلى حل تاني وهو حل سياسي متفاوض عليه وبالتالي لا يمكن أن نرجع إلى حل الأمم المتحدة نفسها أقبرته الآن نحن في سنة 2015 في زمن البراجماتية السياسية وأنت كنت وزير خارجية وتفهم هذا جيدا هل البقاء في حالة الجمود يخدم مصلحتكم في النهاية؟ طيب شوف يا أخي الكريم اليوم جميع النزاعات الموجودة في المنطقة والتي فيها منظمات انفصالية أو جباهات انفصالية في أوروبا وفي الساحل والصحراء الحل الذي يقترح من قبل منتظم الدولي والمنظمات الإقليمية هو الحكم الداتي مجلس أوروبا وأنا كنت أحضر في جلسات مجلس أوروبا أصدر قرار خاص يهم النزاعات الانفصالية في دول أوروبية مثل إسبانيا مثلا أو غيرها ويوصي بالمضيق قدما نحو تمتيع هذه المناطق بحكم ذاتي للخروج من هذا المأزق حتى لا تتفتت الدول فنحن الآن المغرب يندرج في حل أممي حل إقليمي حل الجميع يسير في اتجاهه لحل هذه المعضلة معضلة الدولة المركزية مع النزاعات التقافية أو الاجتماعية أو المحلية الموجودة في كثير من المناطق هذا هو الحل وهو الحل الذي اقترحه المغرب أمم المتحدة تدرج قضية الصحراء ضمن ملفات تصفية الاستعمار لا الأمم المتحدة تدمج قضية الصحراء في إطار الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي هكذا تسمى نو أطنوم والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على حسب القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة نفسها قرار 15-41 سنة 1960 هذه القرارات تنص على أن خروج هذه المناطق من لائحة غير المتمتعة بالحكم الذاتي لتتمتع بالحكم الذاتي عندها حلول معينة قرارات الأمم المتحدة تقول بأن هذا يتم أولاً إما عن طريق الانضمام إلى دولة أخرى أو عن طريق الشراكة مع دولة أخرى أو عن طريق الانفصال وأغلب الحالات اللي كانت في اللائحة طيب اسمح لي هذه القضية سيد عثماني تعطل الآن بلوت وتجسيد اتحاد دول المغرب العربي المغرب علاقتها بالجزائر سيئة بسبب هذه القضية الحدود مغلقة يعني هل نفس الشيء يعني إلى أي مدى سيدفع الشعوب ثمن هذا الصراع والنزاع الأمم المتحدة كما قررت مبدأ التمتع بالحكم الذاتي بالنسبة لمناطق معينة قررت مبدأ سلامة أراضي الدول ووحدتها وأكدت على أن المبدأ حاكم وأنه لا يمكن أن نسمح بتجزئة الدول تحت شعار التمتع بالحكم الذاتي ولذلك هذا مبدأ حاكم في ميطاق الأمم المتحدة في قرارات الأمم المتحدة المتعددة وأغلب أتحدث عن واقع أنه اتحاد دول المغرب العربي يعني مشروع الطموح ولكن فقط بقي على الواقع أنا لا أدري أولا هل هذا المشكل وهذا النزاع هو وحده السبب في تعطل الاتحاد المغاربي لكن واحد من الأسباب المهمة صحيح وماذا سأقول على كل حال المغرب عنده إرادة لا أريد أن أدخل في نقاش في جزئيات كثيرة المغرب عنده إرادة من غد للمضي قدما في بناء الاتحاد المغاربي لا أظن أن العرقلة من جهة المغرب يدهمنا الوقت المعذر سيد سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي السابق مشاهدين العزاء شكرا لكم على المتابعة نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله إلى اللقاء